الكعبة بيت الله المكان الذي يتمنى المسلم أن يموت ساجدا فيه تعتبر الكعبة أقدس مكان في العالم عند المسلمين كيف لا والمسلم البسيط يقضي عمره يشتغل فقط لكي يزور هذا المكان ويؤدي مناسك الحج لكن مع الأسف أغلب المسلمين لا يعرفون شيئا عن الكعبة غير أنها بيت الله الحرام يقال أن الملائكة هم من بنوا الكعبة قبل إبراهيم وغيره ويعتقد المسلمون أن الحجر الأسود الموجود في الكعبة قد نزل من الجنة الحجر الأسود من الجنة نزل أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آب ركز معي جيدا في هذه الحلقة لأن ما ستشاهده اليوم لا يعرض على القنوات الفضائية ولا يتحدثون عنه كثيرا في الجلسات الدينية اليوم سأبين لكم بالمصادر الموثوقة أن الحجر الأسود ليس إلا خرافة من خرافات الإسلام وأن الكعبة لم تبدأ من طرف الملائكة وليس بيت الله أصلا ولا حتى ترتقي لأن تكون بيتا للإنسان قد لا يعرف بعضكم أن الكعبة تم تدميرها بالكامل وأن الكعبة التي تراها اليوم في السعودية ليست هي الكعبة التي بنتها الملائكة حسب قولهم وليست حتى الكعبة التي كانت في عهد الرسول فالكعبة تعرضت للهدم والخراب مرات عديدة في الجاهلية وأيضا بعد الإسلام وحتى شكلها يختلف تماما عن الشكل التي كانت عليه في زمن الرسول لكن الذي لا يعرفه كثير من الناس أن الكعبة التي كانت قبل هذا البناء بصورتها الحقيقية هي ليست الكعبة التي نعرفها اليوم الكعبة كما وصفها الحديث الذي في البخاري الكعبة الحقيقية الصحيحة هي التي تخيلوا معي شكلها هي مستقيمة من ثلاث جهات ودائرية من جهة رابعة وهي جهة حجر إسماعيل هذا هو الشكل الصحيح عزيزي المسلم أنت حقا لا تعرف شيئا عن الكعبة التي تحلم بزيارتها والموت ساجدا فيها أتذكر عندما كنت أذهب إلى المسجد كان الشيخ يحكي لنا قصص ومعجزات ومنها قصة إبراه الحبشي الذي كان يريد أن يهدم الكعبة لكن الله قام بحماية بيته وأرسل عليه طيرا أبابيل ترميه هو وجنوده بحجارة من سجيل هي سلام السماء أظلمت والشمس حجبت وأهل مكة يرون الأمر الدنيا قد سودت تعرفون لماذا؟ لأن الله عز وجل سيحمي بيته الآن أظلمت السماء وحجبت الأنوار ليس الأمر بغيم وليس الأمر غبار إذا ما الذي حدث؟ إنها طير أبابيل سنة 317 هجرية اقتحم الكعبة جماعة يطلقون على أنفسهم اسم القرامطة هؤلاء القرامطة كان لهم قائد يدعى أبو طاهر الجنابي أبو طاهر ارتكب جريمة ستكون هي الأسوأ في تاريخ الحرم المكي أبو طاهر اقتحم الكعبة هو وجنوده في موسم الحج وقتلوا 30 ألف إنسان وراموا جثتهم في بئر زمزم ذلك البئر الذي أنت تحلم بالشرب منه وتبول فرصه بالقرب من الكعبة فقتل الحجاج وردم بعشرين ألف قتيل من الحجاج مع زمزم وجعل فرصه يبول على مقربة من الكعبة واقتلع الحجر الأسود ذلك الحجر الذي يقولون أنه نزل من الجنة وكما نعلم كل مسلم عندما يقوم بالحج يجب عليه أن يقبل الحجر الأسود لهذا تجد الناس دائما يتدافعون لتقبيل الحجر ولك أن تتخيل أن حجرا بهذه الأهمية نزل من الجنة قام إنسان عادي باقتلاعه وتدنيسه وليس هذا فقط أبو طاهر وقف على مقربة من الكعبة وقال أنا هو الله قتل الحجيج عند الحرم وهم محرمون أطفال ونساء وكبار واقتلع الحجر الأسود من مكانه وقال أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأقتلهم أو أفنيهم أنا وهل اقتلع الحجر الأسود وأعاده إلى مكانه؟ لا قام بسرقته وظل عنده 22 سنة 22 سنة والمسلمون يحجون بدون الحجر الأسود فقد يؤشرون هكذا إلى موضع الحجر أخذوا الحجر الأسود معهم مكث الحجر الأسود في الأحساء في هجر في البحرين 22 سنة هذا في دولة بن العباس والناس تحج ويؤشرون إلى موضع الحجر بعد 22 عاما رد الحجر وعندما عاد الحجر الأسود إلى الكعبة لم يعد مكتملا بل أعاد فقط قطع صغيرة من الحجر كما ترى في الصورة يا صديقي هذا هو ما تبقى من الحجر الأسود وأصلا المسلمون اليوم لا يعلمون ما إذا كان هذا الحجر هو فعلا الحجر الأسود الحقيقي الذي يدعون أنه منزل من الجنة لأنه ليس من المنطقي أن يأخذ أبو طاهر الحجر الأسود ويبقيه عنده أسيرا هل هناك شخص سيأسر حجر؟ لا طبعا فبالتأكيد قام بتحطيمه أو رميه وتلك القطع الحجرية الموجودة حاليا في الكعبة لا مجرد حجارة عادية يقدسها الحمقة لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو أين الله؟ أين الله عندما كان المسلمون يذبحون؟ وأين الله عندما تبول الفرس على بيته؟ وأين الله عندما سرق الحجر الأسود؟ نحن نتكلم عن أقدس مكان للمسلمين على وجه الأرض بيت الله الحرام الذي حرم فيه سفك الدماء يأتي شخص ويقوم بكل أنواع القتل والتدنس للمقدسات والله لم يحرق ساكنا سنة 64 هجرية رفض الصحابي عبدالله بن الزبير تولي يزيد بن معاوية الخلافة وحصلت بينهم العديد من المشاكل وبسبب هذه المشاكل هاجر عبدالله بن الزبير إلى مكة واستقر فيها وبدأ بالتحريض للناس على يزيد بن معاوية وأنه لا يصلح للخلافة وكذا وهذا الأخير استفزته التحريضات فماذا فعل؟ أرسل جيشا كاملا إلى مكة ليقتل عبدالله بن الزبير وأتباعه فقام بوضع المنجنيق تلك الآلة التي تقوم برمي الحجارة كانت تستعمل في زمانهم قام بوضعها على الجبل وبدأ يرمي عبدالله بن الزبير بالمنجنيق حصار عبدالله بن الزبير في مكة ورمي الكعبة بالمنجنيق طبعا عبدالله بن الزبير قام بالاختباء هو وأتباعه داخل الكعبة فماذا حصل للكعبة؟ قاموا برميها بالمنجنيق فدمروها وحرقوها وهذا حصر مكة كان بقى جيش فلما استعصت قذفها بالمنجنيق فذا كان أول حصار للكعبة أول إحراق للكعبة طبعا المنجنيق هو الذي ألقى بالمنجنيق لم يقصد الكعبة لكنها حرقت استمر هذا الحصار لمدة يومين ثم فجأة وصل خبار وفاة الخليفة يزيد بن معاوية فاضطر جيشه إلى الانسحاب وعبدالله بن الزبير ظن أن هذه هي أفضل فرصة ليصبح هو الخليفة فأعلن عن نفسه خليفة وبايعته مصر والعراق لكن أهل الشام أعلنوا ولائهم لقبيلة بن أمية وهم أحد فروع قريش وبالفعل أصبح لهم خليفة يدعى مروان بن الحكم ونجح في استرجاع ولاء مصر والعراق وبقي المسكين عبدالله بن الزبير وحيدا مرة أخرى لكن الخليفة الجديد لم يتركه ليعيش فأرسل له جيشا بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي وهو قائد عسكري عظيم فقام بحصار مكة مجددا وقام عبدالله بن الزبير بالاختباء داخل مكة مجددا فأخذ الحجاج يضربها بالمنجنيق يضرب ويضرب ويضرب حتى انهارت الكعبة بالكامل ثم قتل ابن الزبير وصل الحجاج بن يوسف الثقفي حاصر مكة بدأ يضرب بالمنجنيق عبدالله بن الزبير هو الإمام اللي بيصلي بالناس في الكعبة بتسقط الحجارة بين ايديه وبتسقط على رؤوس الناس وهي بتصلي وجعل يقصف مكة ليلة ونهارة ومرة أخرى أين الله من كل هذا؟ أين الطيران أبابيل والحجارة من سجيل؟ أهي الكعبة أصبحت قطعة بولينغ كل من يأتي يخربها ويحرقها كيف سأعبد إله ليس قادرا حتى على الدفاع عن بيته؟ تعرضت الكعبة على مر السنين إلى العديد من الاقتحامات والحوادث منها المصيبة التي حدثت سنة 79 عندما قام الشخص يدعى القحطاني بالادعاء بأنه المهدي المنتظر وكان بصحبة زعيم عصابة اسمه شهيمان العتيبي قام هذا الأخير باحتلال الحرم المكي وأغلق بوابات الحرم ليعلن بعد ذلك عن ظهور المهدي المنتظر مكانها كان الحرم المكي الشريف في نهاية سبعينات القرن الماضي عندما تمكن مئات من المسلحين السعوديين بقيادة شهيمان العتيبي من اقتحام الحرم والسيطرة وبعد أسابيع من الاحتجاز طلبت السعودية المساعدة من فرنسا الكافرة الفاجرة لكي تقوم بتحرير الحرم المكي وأرسلت فرنسا وحدة التدخل السريع وبالفعل انتهى الأمر ومات القحطاني وتم إلقاء القبض العتيبي هذه الحادثة خلفت حوالي خمسة آلاف قتيل أغلبهم كانوا مصلين لا علاقة لهم بالموضوع الحرم المكي أصبح ساحة لسفك الدماء لمدة أسابيع وبيت الله محاط بالقنابل والرصاص أين الله؟ أين الطيران أبابيل؟ كانوا يتناولون الغداء مثلا؟ أو يقضون حاجتهم؟ هذه ليست الحادثة الوحيدة بل أيضا سنة 87 قامت مجموعة كبيرة من الحجاج الإيرانيين بتشكيل مسيرة ضخمة كانت نتيجتها الفوضى واشتباكات بالأياد مع بقية الحجاج لأن هذه المسيرة تسببت في عرقلة طريق الجميع لتتدخل بعد ذلك القوات السعودية وتحدث فوضى عارمة لا مثيل لها أدت إلى تدافع الحجاج مما أصفر عن مقتل أكثر من 400 إنسان أو عندما سقطت تلك الرافعة في السنوات الأخيرة وتسببت في مقتل أكثر من 100 شخص أتى ليعبد ربه فكان جزاؤه الموت أنا لا أعرف كيف للمسلم أن يشاهد كل هذه الأحداث ويقول إن للكعبة ربا يحميها يقولون أن الله هو من يتحكم في الطبيعة والطبيعة لها تاريخ عداء كبير مع الكعبة وعلى سبيل المثال النار فالكعبة تعرضت للاحتراق مرات لا تعد ولا تحصى وفي كل مرة كانت تحرق كان يتم إعادة بناؤها بطريقة مختلفة ما قصة هذا الخبر؟ ما قصة هذه الحادثة؟ قصة الحادثة أن كانت امرأة من قريش تجمر الكعبة يعني تبخر بخور الكعبة فالشرارة تعلقت بأستار الكعبة فاحترقت الأستار وتضعضعت الكعبة وخافوا أن تسقط فقررت قريش أن تهدمها وتعيد بناءها وقبل الإسلام كانت قريش هي من تبني الكعبة إذا تهدمت وتحطمت فنظرا لقذاسة الكعبة عند قريش كانوا إذا أعادوا بناءها لا يبنوها إلا بالأموال الحلال بالنسبة لهم قريش لما قررت تعيد بناء الكعبة اتفقوا قالوا هذه كعبة مقدسة مطهرة لا يجوز أن نبنيها إلا بأموال حلال فجمعوا أموالهم الحلال بدأوا يبنوا ما كفة الأموال الحلال فتشاوروا هل نكمل بنائها بمال حرام ولا نبنيها ناقصة بمال حلال فقرروا يبنوها ناقصة جزء من النقص إنما كان عندهم مال يكفي لبابين فعملوا باب واحد جزء من النقص إنما كان عندهم مجال يكملوا جهة حجر إسماعيل فجعلوها ناقصة وحطوا علامة لحجر إسماعيل وذلك اللي يصلي داخل الحجر هو قاعد يصلي داخل الكعبة ويشهد التاريخ أيضا على تعرض الكعبة للعشرات من الفيضانات التي تسببت في تهدم أجزاء كبيرة منها مثلا في سنة 17 هجرية غرق مقام إبراهيم بأكمله إثر الأمطار وفي سنة 80 غرقت الكعبة بأكملها ومات العديد من الحجاج وفي القرن الماضي فقط غرقت الكعبة مجددا وتوجب على الحجاج الطواف سباحة والغطس لتقبيل الحجر الأسود يعني فضيحة بكل المقاييس لبيت الله الحرام أنا أستغرب أليس الله هو الذي ينزل من السماء ماء وكل هذه الخرافات؟ إذن لماذا الله سيقوم بإغراق بيته وقتل الحجاج؟ طبعا ستقول لي إنها حكمة من الله لكن أنا أظن بأن هذه الحكمة لا يعلمها حتى الله أيضا من الخرافات التي نسمعها هي أن الطيور لا تحلق فوق الكعبة وماذا تفعل هذه الطيور إذا كانت تحلق ترقص فوق الكعبة مثلا؟ وليس هذا فقط بل الطيور تقضي حاجتها فوق الكعبة ما هذه المصيبة؟ بيت الله أصبح حمام عند الطيور أليس على الأقل لو كان الله موجود أن يوحي للطيور بأن لا تقضي حاجتها فوق الكعبة؟ يعني احتراما لبيته بل حتى أقدر الحشرات والتي هي الصراصير في السنوات الأخيرة شاهدنا هجوما منها على الكعبة لو قلت كل ما أخبرتك به الآن لشخص أجنبي سيقول لك أن هذا حمام عمومي في محطة بنزين وليس بيت الله أنا لا أستطيع أن أفهم كيف للمسلم أن يرى الكعبة تحرق وتذمر ويرى الحجر الأسود يدنس ومع ذلك يقول إنها بيت الله ما هذا الإله الذي لا يستطيع حتى الدفاع عن بيته؟ المهم الأحداث كثيرة جدا أنا واجهت صعوبة كبيرة في جمعها وترتيبها ووضعها في فيديو واحد لقد كان من الضروري الحديث عن كل الكوارث التي مرت بها الكعبة دون استثناء أريد أن أقول للأشخاص الذين لا يزالون مؤمنين بخرافة طيرا أبابيل وحجارة من سجيل بأنكم بعيدون كل البعد عن الحقيقة فلو كانت فعلا القصة حقيقية لما ترك الله الكعبة تدمر كل مرة وكأنها مجرد لعبة رخيصة تكسر وترمم مجددا كان هذا كل شيء شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو وأراكم في فيديو جديد شكرا لكم على المشاهدة